ناخد أمه أنس شكرا عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي ازيك يا الظلامي عامل ايه الحمد لله بخير تقول لسانا حضرتك طيب حضرتك بألف خير يا رب ازيك يا اسم محمد ازيك حضرتك ربنا يخليك تقول لسانا حضرتك طيب ربنا يبارك لك يا رب ربنا يبارك لك عن المعلومات والفوايد اللي حضرتك بتفيدنا بيها والله ربنا يخليك يا رب ربنا يبارك فيك الله يبارك لك يا رب. معلش بس انا كان عندي سؤال هو مش لي بصراحة وكالي اخت. تفضل. هي اخت كلمتك يا اوزانا مياء من اسبوع كان معاك الاستاذ ايها بعيد. تمام. كانت بيتشتكلك اه من جزها وكده ان هو بقى اهمل فيها وكده وهي قالت لفظه مش كويس فاقتلته الخط. اه. هي الصراحة لسه غضبانة لحد الوقت. بس انا عايز اقول لحضرتك بحكم السنة حضرتك وبحكم السنة الاستاذ اه محمد هاني. لو انتم مكان مكانها تعمله ايه لو انتم تضعها نصيحة. طب فكريني بس تاني عشان انا مش فكرة تفاصيل المكالم. معلش فكريني بس تاني. كانت كانت معاك الاسبوع اللي فات الاستاذ اه. ايوة لا فكريني بمشكلتها هي. هي كان جزها اهمل فيها وحامتها دايما هي المشية البيت وما كانتش الخالات راح اند والدي فيك اتوالدتي متوفية. وما كانتش الخالات راح تزير والديتي لو راحت مثلا نيوم الجمعة وريك ياتيهم الاتنين توقع تزيع ايما انت كنت لسه هناك وكده. اه. معلش هي متشهادة خالص ومش عارفة تعمل ايه. لان احنا والدي مش موجود. والديتي متوفية. وابمعنى اصح يعني ملناش حد. فدايما كلنا مش ناسة يعني اه سبع بنات كلنا متجاوزين. بنفتحمل كتير قوي علشان الكلمة اللي هي هنروح تان ملناش حد. لكم ربنا. وكل وقت ما نجوزها في بتاعيلة فهنعمل ايه? فبنشرب كتير وبنسكت. هم. هي اخت بصراحة ربنا كانت من اجمل البنات. كانت من احلى البنات. كانت عصولة جدا وامورة وجسمة حلو جدا. وكان بتقدم لها بدل الواحد اتنين وثلاثة. لحد ما تقدم لها جوزها ده هو اجرنا. هم. وصاحب جوزة هما اللي اتنين صحاب. اتجوزت. بصراحة ربنا عشان بس في الاختصار والوقت. من يوم الصباحية تخيالي من يوم الصباحية الساعة ستة الصبح صباحيتها حامتها نزلت لها تلات عالي روائي وكنيس بتاحت مكان الصرح. هم. نزلت. اخت باختصار بقت من حاجة وسبعين لحاجة دلوقتي واربعين كيلو. نشفت جدا وخست من الهم. والحزن والزعل. واخواته دايما نقول لها مشاكل. لدرجة ان جوزها بقى اهمل فيها. جوزها ما بقاش شايفها. بعد سنة من الجواز اكتشفت ان هو بيكلم واحدة قريبته. وبيقول لها كلام حب وهيتجوزها. واول طلقة وقعت ما بينهم يا قصو زلم ياه لما بتعادلوا بتقوله انت زي بتكلمها وربنا يخرب بيتها زي ما عايز تخرب بيتي راح قال لها انت طالق. ما تدعيش عليها. ما الكيش دعوة بيها. تخيالي. ثاني طلقة. وثالث طلقة. هي معها اولاد مش كده? معها اولاد. معها وادو بنت. هي الطلقات دي اتحسبت? هو بيقول انا اتحسبت وطلقة طلقة طوية اول انا كده كده ما عايزش عاوزها وهتجوز. وهي غضبانة دلوقتي عن دخط كبير. طب هو ثواني بس ثواني. هو بيقول ان دي ان كده دي تالث طلقة. وان هو خلاص مش عايزها وهيتجوز حد تاني. اه هو بتكلم. انتو بتفكروا فيه. يعني هي خلاص كده اصبحت مطلقة. والله الله اعلم. لان هو لسه مراحش الشيخ واتكلم معني. ماشي. هو الراجل اساسا بيقول انا مش عايزها وهتجوز غيرها. وغير كده كمان في حبتة. هو الفكرة ان هي قلبها تجمل يا عزوز محمد. هي الفكرة ان هي قاعدة عن ضغطي كبيرة وجوز اختي. فشايفة نفسها عبق وحمل. مش قادرة يعني عايشة مبتاكلش. طيب ممكن تسمعيني. ممكن تسمعيني عشان تبلغيها رسالة دي. هو دلوقتي حد مش عايز يكمل معاه. وهو دلوقتي بيقول ان التلات طلقات دول محسوبين. لان لما يتسئل في مشاقة الازهر. هل اييتك الطلق? هيقول انا اييت ان انا طلق. يبقى التلات طلقات محسوبين. يبقى هي منتظرة انسان هو مش هيرجع. حتة ان هي لازم تتحرر من الضغوط والقيود دي. وتنزل تبدأ تشتغل. وتشوف حياتها. وتوقف على رجلها. واحد بيقولها لا مش هكمل معاك. ودين هي لو معها اطفال هي من حقها ان يبقى ليها بيت قاعدة فيه مع ولادها. هو لازم يجيب. حوقها. يجيب شقة لولاده. يعودوا فيها هي حاضنة. فحطة ان هي قاعدة عنده اخت كان مرش هي معانا ولا قفلت. معانا. كانت هي طالعة ناسة العلاج بتاعه في البيت. رنت قالت له جزر ان عليه جيب العلاج. قال لا انا مش جاي بحاجة وما ليش دعو بحد. وبعد صورة الرشدة. ما بيسألش. ودايما بيتكلم. ودايما يقول يوم يجي الساعة اثنين من على القهوة. ومهمل فيها. ولما بيسألها والله انت خستي ما بيتيش عكباني. قالت له هو الحب بالشكل. طيب. ممكن تسمعيني. ممكن تسمعيني. طيب. اتقدر اسمها. هو القصة كلها دلوقتي هي مش قصة جزر. جزر خلاص مش عايز يكمل معاها. والقصة كلها ان هي لازم نفسيا تقف على رجلها من اول وجديد. ما هي مش عارفة ومش قادرة. هي لو ام عايشة ولا ابوية عايش كانت وقفت قاعدة في بيت والدي ولا ما ميتها كانوا جابوا لها حقها وكانت اعلى معظم قرارة. هو بيت والدتك موجود ولا مش موجود? مين? بيت والدتك موجود ولا مش موجود? هو موجود بس هو محدش قاد فيه خالص تماما يعني. ايها يعني. مش عارش مهجور بمعنى الصحي من ساعة ما قلت تتوفق. يعني في مكان نقدر ان احنا نجهزه ولو بامكانيات بسيطة تقعد فيها يا ولادة. ده خلاف ان انا بقولك هو المفروض انه يجيب شقة لولاده. هو اصلا اقولك لدرجة العلاج المتعبان. يعني هو جي من يومين. علشان اه قلنا جاي اخدها وربنا يصلح له الحال. جي وقف بره قدام ببيت اختي. انا عاوز ابني ومش عاوزها. جوزي بيقول له اتا اه ابنك وم امه. قال له انا مش عاوز امه. انا ما عاوز ابني بس. انا مش عاوز ابني تربى. طبعا اختي رفضت. قالت لأ انا خايفة على ابني. ومش الفكرة ان انا عايزة اطلب من اقصد محمد ان هي دلوقتي نهرينها عليها وتسمعي الاجابة. يا ريت. يعني تقول لها حاجات تخليها تقف على رجليها. لان هي مش قادرة. هي بتحبه جدا وصعبان على نفسها. بص انا عايزة اقولك حاجة. ما هو دلوقتي هو ضمن وجودها. وعمال يتحكم فيها. وهي دلوقتي حتة الحب. ان هي بتحبه ده ضعف دلوقتي. لان هي مش بتحبه. هي شايفة انه انه مفيش حد غيره. خلي بالك انا عايزة اقولك حاجة. هي دلوقتي متمسكة بي. هو مش متمسك. ايو. هي عايزة تكون موجودة معاه. وهو مش عايزة لمياء. طيب. هي هتفرض نفسها. طب ما بترضها. طردها. وعايزة اخد عياله. هو مش شايفها. مش شايفها كست في الدول. كونها ان هي تفضل منتظرة. منتظرة. ان هو يبقى موجود. هو بيتمادى اكتر ومش هيكون موجود. انتو كسبع اخوات بتقول ان احنا سبع بنات. انتو لازم توقفوا جنب اختوكو. واتدعموها نفسيا وتوقفوها على رجلها. ولو هتستضفوها. كل واحدة منكم تستضفها. ولازم تفاهمها ان الدنيا مش مش هتوقف عليه هو. تي معنا. معايا الزلمياء. معاياكي. انا عايزة اقول لحضرتك حاجة. انا جوزها باختصار شديد. بس اخر حاجة. ان هو راح جاب كارد. وضماء هي اللي ضمنته فيه. كان دايما بيقع عليه من فلوس ومشاكله والديون. كانت تريني على الاختي بعتلي فلوس. تريني على جيدي مسلا. يعني خالة ابوية مسلا. ابعتلي فلوس. تروح مسلا عند حد آآ قريب بعيد جيران. ابعتلي فلوس. وتاخد الفلوس تدهاله? وتاخد الفلوس تدهاله? وما تعرفش هو بيودها فيه. هو كارد بكام بقى? ان هو باركينة على جندي كده. مثلا مضامينها بس. لوقت الفلوس. انت تصرفيني. وبتقوله بتقسم بالله. ان هو كان بيعملها بس معاملة لوقت الفلوس. غير كده ما بيعودش معاه. يا جماعة. غير كده دايما لما تقعدتني. انا عايز اسأل سؤال. تدالي. انت بتقولي اختك بتحبه. بتحبه على ايه? او بتحبه ليه? ما اللي بيحب بني آدم. بيبقى البني آدم ده سند وضهر ليه ومعاملته كويسة ليه. ده واحد زي ما انت بتقوله انه واخد فلوسها. وديانها للناس. وبيهنها. وحكت انه هو ضربها. ومامته بتعمل. واخواته بيعملوا. طب ايه بقى? لدرجة ان تاني مرة شافيته بيتكلم. كانوا قاعدين في السطح في الدوري التالت. تكلم وبتتعادي بمعارح مسكها من شعرها مجرجرها من عاستلم. وهو مجرجرها تعورت في رجليات سطحة تجاب الدم. ومرضتش تقول لحد ولا كرين تقول لحد. طب ايه يا جماعة بقى? التنازلات علشان خاطر ناس ما تستهلش. تنازلات من البداية. وعشان كده دايما اقول للناس ما تتنازلوش عشان فيه ناس فعلا ما تستهلش. ايه تنازلت بوقتها وطقتها ومجودة وصحيتها وضمنته في الجرود. وفي الاخر قال لها مش عايزك ويلا امشي من هنا. تنازلات يا جماعة. تنازلات قبل ما تضحوا وتتنازلوا. شوفوا الناس دي تستاهل ولا ما تستهلش. فيه ناس بيبقى عايزيننا في حياتهم كده لمجرد ان هما يمصوا دمنا ويستهلكوا طقتنا. وفي الاخر لما يلاقوا مفيش مننا فايدة او حاجة يطلعوها مننا تاني يرمونا. البنت دي يعني لو رجعت للشخص ده تاني هتتطلق تاني. ليه? ليه? لان هو عايزها لمجرد ان هي تجيب له فلوس تخدمه. هو مش شايفها كزوجة. مش شايفها كزوجة. يبقى الناس كلها تجتمع ويستغلوا حتة ان هو يعني جوز صاحب جوز اختها. ويقعد معاه ويشوف الضمان بتاع الكروت دي ويبدأ هو اللي يكتب ورق على نفسه ان هو المكلف ان هو يسد القرد. لكن قصة ان هي ترجع له تاني. لأ. احنا مش مع خراب البيوت. لأ هابداء. بس. 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 هو. هو. يعني انا اتفاجئت ان هي بتقول تلات طلقات وانا هو مش عايزها. يبقى ايه? خراب بيوت ايه? ده تلات طلقات موجودين وهو قال ان انا مطلقها. وممضيها على كروت وان هي ضامنة. وطاردها وضاربها ومعورها. هو ايه تاني اللي موجود اصل. هو فين البيت اللي موجود. هو مفيش بيت موجود اصل. يعني معناها ان الانسانة دي لو كملت معاه هيصحوا لها ميتة في يوم الايام. ايه بقى؟ اشتركوا في القناة